خلينا نتبع مع حضراتكم ترند تاني مختلف ترند رياضي حيانه هو من وقت مباراة مصر والسنغال وهو متصدر الترند محمد صلاح نجم ليفر بول وقائد منتخب مصر بعد اللي اتعرض ليه محمد صلاح أثناء مباراة السنغال وحالة الحزن اللي دخل فيها وبعد كمان بالتأكيد كلامه مع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس بعد مباراة السنغال واللي وجه خلالها حديث وللاعبين وقالوا انه فخور باللعب مع هذا الجيل والأجيال السابقة قال كمان ان الهزيمة من السنغال بركلات الجزاء للمرة التانية ليس لدينا يد فيها وفي حين التواجد معكم او عدم التواجد يعني فخور باللعب مع هذا الجيل كاملا ومفيش كلام كتير ممكن اقوله لكن كان شرف لي ان نلعب معاك وسواء كنت موجود بعد كده او لا ودي الجملة بقى الحقيقة طلعت ترند وناس كتير اعتقدت انه كلامه كلام محمد صلاح من الممكن انه يكون بيلمح لاعتزاله اللاعب الدولي ولكن من المؤكد ان محمد صلاح ما بيفكرش في اعتزال اللاعب دوليا وقدامه الكتير ان شاء الله عشان يقدمه للمنتخب خاصة ان محمد صلاح واحد من اكتر اللاعبين التزاما في التواجد مع المنتخب وبيحرص على التواجد في صفوف الفريق كمان بيفزل مجهود كبير جدا مع الفريق زي ما شفنا في كل المباريات مع المنتخب من بين اللي دعمه محمد صلاح وحازم امام عضو مجلس اتحاد الكرة واللي طالب بعدم القصوة في النقدة على محمد صلاح واكت حازم امام ان جميع اللاعبين بيهضروا ركلات ترجيح لافتا الى ان لا يجب تحميل المسئولية لشخص واحد يعني في هذه المباراة وقال سمعت كلام كتير عن لعب صلاح بطريقة مختلفة مع المنتخب او عدم رغبته في تقديم كل ما لديه وهو بالتأكيد كلام غير صحيح وجميع اللاعبين قدموا كل ما عليهم قال كمان حازم امام بالتأكيد صلاح حزين جدا بعد الخسارة من الطبيعي ان يكون لكل لعب رد فعل ولكنه لم يتحدث معنا كالتحاد كرة نهائيا في اي شيء وبالطبع سيكمل مسرته مع المنتخب ان شاء الله اما بخصوص ملف شك